كلمة انت قلتها وانا الحقيقة عايزة اعرف الفرق ما بين كلمة امتى اتنازل وامتى اضحي الفرق ما بين التنازل والتضحية وهل هو وارد في الظرف اللي احنا بنتكلم عنه في حال انه يكون طبع شريك حياتي انه هو باين من الخطوبة بس انا غضيت الطرف عنه او قلت هغيره او هتعايش معاه ومعرفتش هل ببقى في الحالة دي مرة وارد تانية ده بيسبب ازمل ان انا بشوف انه احنا بنختار عيوب بعض الاول اللي هنقدر نتعايش معه قبل ما نختار المميزة انا بس هنا جاي لي رسالة من مشاهدة كريمة اهالة سالم تقول صباح الخير على برنامج جميل وتابع من امريكا اهلا بيك اهالة بتقول لو الزوج مش بيحب يخرج والزوجة بتحب تخرج العلاقة بتفشل لان الزوجة بتخرج مع اصحابها وبتكون في عالم تاني بعيد تماما عن الزوج وبتبتدي ان يحصل بعد في المسافة بينهم وفجوة كبيرة بينهم نعم وفيه كمان داليا حسن بتقول ازاي نقدر نتعامل مع الزوجة اللي رافض شغل زوجته بيضيق عليها وفي نفس الوقت هو مش بكفي البيت ده موضوع تاني بقى ده موضوع تاني نعم فيما يقتصب بفكرة انه لما بنبتعد في الميول وفي الاهواء وفي الهويات والتقارب مع بعض الحقيقة انه مفيش معادلة ثابتة الا برضو يعني في نفس النقطة هي في نقطة التفاهم يعني انا بحب الكورة مراتي ما بتهبش الكورة انا بحب الكورة مراتي هابش الكورة يعني بنسبالي شهية 22 مجنون على أرض خضرة بيجروا ورا حتة حاجة بلاستيك ده امراتي شايفة كねぇ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هابش غمية أستاذ كريم الكرة دي ماتش كل فين وفين يعني مش حياة لكن هالا وقفت عند نقطة مهمة جدا يا إيمان وكل ستات بتعدي بيها إن أنا أبتدي أخذ الولاد يلا روحي بقى أنت فرح من أخوكي فرح بنت أختك فرح مشفائي أصلا كده فبتبتدي تحس إنها قال لا أنا هي عايزة البرتنر بتاعها شريك حياتها معاها في كل المناسبات دي عايزة تبقى فخورة وهي دخلة وفي إيدها جزهة اللي اختارته وحبته لأ يعني طبعا مع الوقت بتقولك إن دي بتأثر أثر نفسي سيء على ست طبعا أنا علي بإيه الجوازة دي يعني مش حكاية في انقفاك وخلاص يعني تمام الحقيقة إنه ببساطة شيئا جدا ما نقدرش يعني لابد نكون وقعين ما نقدرش إن نحن نفترض حلول سفرية في العلاقات الاجتماعية يعني في نقطة زي دي وارد جدا ييجي مناسبة وما يجيش اتنين ويبقى مردي بالنسبة له وارد وارد ييجي في المناسبات القريبة جدا وشوية حاجات يقول لها انتي قومي بيها وارد خلاص ويبقى ده مرديل لتنين اتفاق وصف زالة حتى فضلت بي خلاص وارد إنه هو لو نزل هينزل مدايق مزعلان وهيعكل فهي من نفسها أدراكت خلاص هو هيعود فدلوقت إحنا أمام أمر واقع أمام أمر واقع شخص المسألة دي بالنسبة له الاجتماعيات والحروب والكلام دي فيهم من وجهة نظر حضرتك المشكلة الحقيقية عند مين فيهم عنده ولا عندها الإنسان بطبعه واجتماعي ما هي الفكرة أنه أنا هدي النفسي يعني أنا بقوله أنا هدي النفسي لأنه هي الفكرة أنه هي هي لوجيك وهي لو زيادة شوية ممكن هو يقللها يعني لو هي اجتماعياتها كتير ممكن يثبط لكن اللي زي حالتي واللي زي الحالة دي هو مش مؤمن أصلا بالفكرة هو أنا ثلاث أربع ساعات دول أنا بقعد في مكتبي وخلي بالك خروجهم من البيت أصلا حدث بالنسبة لي في الشغل جيد هدوء هو زي ما هي قالت وزي ما مونة أستاذا لابد أنه هي الست لازم هتخلق بداية هتبتقي تخلق لنفسها دوائر علاقات كتير سواء زملات في الشغل أصدقاء من أيام المدرسة أصدقاء فخلاص راحت ومش راجعة أنا فهم أنا فهم لا ما هذا رأي اللي عايز أقول على فكرة يا أستاذة ده اللي عايز أقوله لما دربت المسألة ماتش اللي عايز أقوله ببساطة يا أستاذة إن الحتة دي أنا متعاملش على إن هي أزمة توترني بس اسمه شريك حيات يعني شريك في كل حاجة أنا في المقابل أرجو أرجو يعني أتمنى أتمنى شايفة ده الجيم ده حوا وآدم ده ده مش صح لأن أنا في المقابل أنا في المقابل متحمل شيء أنا ما كنتش أتمنى إن أنا أتحمله خلاص يعني أنا أنا زي ممراتي متحملة الشيء ده أنا متحمل شيء الحياة تضحية يا أستاذ الحياة إن إحنا بنعصر اللمون في حتة كنت أتمنى إن يكون ييجي معي كنت أتمنى إن هو يحب الحاجة اللي أنا بحبها كنت أتمنى إن هو يخرج كنت أتمنى كلنا نتمنى وأنا أتمنى أنها تقعد تشجع الزمال الجامع وأنا أتمنى أنها تجاهز الفشار طب لو هي ما بتحبش الكورة وقعدت تشجع الزمال الجامبك أو أي فريق يعني على حسب وإنت حسنة عملت ده علشان خطرك ده مش مبرر كافي بنسبة لك أن أنت تحاول ترضيها وتروح معها للمشاوير اللي عايزها أو محترمي الفكرة في الأول وفي الآخر هي السنس يعني ده طريقة جيدة طريقة جيدة أن هي تجذبه لده بس ما قدرش أقول أن ده يعني حتميته أنه هو هيعمل كده مش شرط يا أستاذة الطباعة الشخصية بتتكون وخلي بالك أنا مش بدافع عن فكرة أن الطباعة ما بتتغيرش أنا مش بدافع خلاص أنا ما فيش أسهل من أن احنا نقول أنه الصح يحصل خلينا نقول أنه حتى اللي عنده العيب ده والمشكلة دي فيه عنده مزايا تانية يعني ممكن يكون بيسعيدها في البيت مثلا يخش يضبق أنت بتخش يضبق في المطبخ بتعمل أطباق والحاجات في البيت ساعة مراتك في البيت؟ آه مرات؟ آه طبعا طب ما دي حاجة حلوة أنا عارف أن مروة اللي قالت لك في البيت مين؟ لأن هي لسه كريكاك لا 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 ما فيش حد اسمه مروة في البيت حضريك أنا أنا بقى في المقابل ودي نقطة هو البنيادم كده أنا 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 بدخل المطبخ أنا بحب أعمل قهوتي بنفسي يا ده حاجة حلوة خالص بتعمل لها قهوة معك ولا أنت روح؟ طبع 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 بتساعد إيه كمان؟ بتساعد إيه كمان؟ خلاص أقولك بس أنا بحط القهوة ووطي عليها وعلى ما القهوة تتعمل مفيش معلقة مش نظيفة في الحوض إيه الجمال ده؟ طب وحنا يعني طب وحنا دي ميزة هي يا سيدي بلاها أفراح وبلاها مقاتب أنا رجل ليلي أنا رجل ليلي وبصهر فبالتالي بشرب قهوة كتير وبشرب شاي كتير وممكن آكل ممكن المكان بيبقى كويس ليه يا أستاذة؟ الفكرة على فكرة الفكرة ببساطة أنه أنا مش حاسة أنا مش حاسة أنه بعمل مش شيء مدهش ولا غريب هي الفكرة أنه ده أقولك على حاجة بقى أنه ده مش بيسعدها ليه؟ عشان الناس مش شايفة الجزئية دي؟ لا يعني عايزك تروح معها في إيديها في المجسدات؟ لا أنه شايفة أنه دي مهمتها أصلا طب فيه فيه بتقولك ده الرجالة بتخش تقلي بالمطبخ فوقه وتحت ده لو دخل يعمل كوباية شتيبة أو صيبة القيامة بأي مفرح عني فجوم يبقى خلي شوية علي وشوية عليك